اشتركوا في القناة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم كارة مفراء منها خلقناكم للأجر والثواء وفيها نعيدكم للتوذ والتراء ومنها نخرجكم كارة مفراء للعرض والحساس وصلاة وسلاة على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له عبو العزة جل وعلا عش ما شئت فإنك ميني وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي أقول فلانا مات صغيرا وفلانا مات كبيرا لكن التشريع القرآني من خبر الحق جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أيها الإخوة المؤمنون سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته في هذا المقام القرآني التكريمي الذي نعز فيه أنفسنا أولا ونعز الوالد الكريم الوفي والصديق الحبيب الحج صبحي فرج وأبناؤه الأكرمين الأستاذ أحمد والأستاذ هشام صبحي فرج في ليلة تكريم شقيقتهم الغالية كريمة الحج صبحي فرج ونجلها سائلين المولى جل وعلا أن يسكنهم الفردوس الأعلى كذلك نشارك زوجها الكريم الأستاذ أحمد سند وعائلته الكريمة كذلك نشارك العلم والقطب القرآني الكبير وعبيد الجامعة القرآنية الطاروطية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروط نشارك أيضا أشقاءه الأعلام فضيلة القارئ العلم الإذاعي الكبير الشيخ محمد علي الطاروط وفضيلة القارئ الشيخ عبدالله علي الطاروط نشارك مركز ومدينة منيا القبر في مقام قرآني تحقه ملائكة الحق جل وعلا يحضرنا فيه من أعلام دولة التلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ عبدالعالي الجني وفضيلة القارئ العلم الشيخ محمد حميدة القارئ والمبتهل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ والمبتهل الإذاعي اللامع الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع من داخل قبرى قصير ضيافة المتنقلة مخازن حج مصطفى أبو إسماعيل قناة المهندس ناصر صلاح القرآنية الهدس الإذاعية متكر للإذاعات الحج محمد الخولي وأبناءه بالعوسكة ارتقى منصة التلاوة الآن لابتتاح هذا المقام القرآني سائلين المولى جل وعلا أن يجعل كل آية وحرف يتلى في هذا المقام هدية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام ثم إلى روح راحلينا الكريمين وأيوحونا صدرا لوالديهما إنه ولي ذلك والقادر عليه فضيلة القارئ العلم الإذاعي الشيخ ممدوح جود ساعد خارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فليتفضل فضيلته المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت الموت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإن تصفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 وإذ أخذ الله ميفاقا الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس شكرا للمشاهدة من ناس ولا تيتمونه فنبغروا أغغرهم واشتراوه فمن انكليلا شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة 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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للوالمين من أنصار وما للوالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ونادي ربنا إننا سمعنا منادي ربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا منادي إننا سمعنا منادي أن آمنوا بربكم فآمنا إننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا صدق الله ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا سمعنا وما للنظر ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا أنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزينا يوم القيامة يا رب يا رب يا رب عزا ربنا يا رب سمعنا منادي كي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأضرار وتوفنا مع الأضرار يا رب طوفنا مع الأضرار يا رب ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب يا رب وتوفنا مع الأضرار وكفر عنا سيئاتنا مع الأضرار وكفر عنا سيئاتنا مع الأضرار ولا تخذنا يوم البيانة اشتركوا في القناة على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين هكذا أيها الإخوة المؤمنون سأدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة من آي سورة آل عمران لفضيلة القارئ العلم الشيخ ممدوح جود سعد قارئ ذاعات مصر والعالم الإسلامي ونحن جميعا نشارك رجل الأدب والواجب والأخلاق العالية ما عرفناه إلا من واجبه وأدبه وأخلاقه دائما تعرفنا عليه عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير بقاع الأرض مكة المكرمة الحج صبحي فرج نسأل الله أن يصبره على فراق ابنته الغالية وحفيده ومشاركين أبناؤه الكرام الأستاذ أحمد والأستاذ هشام كما نشارك الزوج الكريم الأستاذ أحمد سند نسأل الله أن يصبره على فراق زوجته ونجله سائلين المولى جل وعلا أن يعوده خيرا كما نشارك أيضا العلم والقطب القرآني الكبير فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي والعائلة الطاروتي القرآنية الأكرمين شكرا حضور الجميع من قيادات وزارة الدفاع وكذلك رجال القضاء ونقابة المحامين والأطباء ورجال الأعمال كذلك رجال مركز ومدينة منيا القمح كذلك السيدة المستشار أحمد بكدياب سيدة المستشار إسلام توفيق شكرا أيضا الوالد الكريم والعلم والقطب والعلامة فضيلة الدكتور سعيد عرام شكرا مخزن الفراشة الكبرى حج مصطفى أبو إسماعيل هدسة الإذاعية منتكر له الإذاعات حج محمد الخولي وأبناؤه بالعوزجة قناة المهندس ناصر صلاح اشتركوا في القناة